مشاهدين الكرام في كل مكان سلام المسيح مع حضراتكم ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب موضوع حلقة اليوم هو عن الحياة الأبدية الحياة الأبدية هي بركة من البركات التي ينالها الإنسان المؤمن بالرب يسوع المسيح ويتحدث كثيرا الكتاب المقدس عن الحياة الأبدية فما هي الحياة الأبدية وكيف للإنسان أن يحصل عليها وهل يمكن للإنسان أن يحصل عليها بأعماله وبسلوكياته أم أنها عطية من الله للذي يضع ثقة في شخص المسيح يسوع وما هي سماتها ومتى تبدأ هل تبدأ هنا أم تبدأ في المستقبل عندما يأتي يسوع المسيح في مجيئه الثاني كل هذه الأسئلة وغيرها هي موضوع حلقتنا اليوم الحياة الأبدية الحياة الأبدية قال الرب يسوع في إنجيل يحنى وفي أصحاح 3 وعدد 16 لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية كما قال أيضا في يحنى 3 وعدد 36 الذي يؤمن بالابن له حياة والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكس عليه غضب الله مرات ومرات نقرأ عن الحياة الأبدية وبالأخص في إنجيل يحنى وفي رسائل يحنى الحبيب كما يقول أيضا رب يسوع في يحنى 10 خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد ولا يخطفها أحد من يدي أعطيها حياة أبدية تساوي أنها لن تهلك إلى الأبد دي بعض الآيات اللي بتتكلم عن الحياة الأبدية فما هي الحياة الأبدية؟ إذا نعرفها؟ وما هي؟ أو الحاجة الحياة الأبدية هي حياة لا نهاية لها ده التعريف البسيط بما أنها أبدية يبقى هي لا نهاية لها لا تنتهي لكل أمر نهاية وحياتنا أيضا كبشر على هذه الأرض لها نهاية لكن هل حياة المؤمن لها نهاية؟ هل الموت يعتبر نهاية الإنسان المؤمن؟ ولا يتوجد حياة أبدية ولا يوجد حياة بعد الموت؟ الكتاب المؤدس بيقول لنا لا بيقول لنا أن المؤمن بالمسيح يسوع حياته ممتدة إلى الأبد والموت هو انتقال من مرحلة إلى مرحلة لكنه ليس نهاية الحياة هناك حياة أبدية كده كتاب دايما بيوصف فالذين رقدوا في الرب أو اللي ماتوا بأنهم رقدوا يعني ناموا نيمين فترة النوم لكن يجي وقت وتصحى أكسادهم عندما تأتي أرواحهم مرة تانية ويكونوا مع المسيح إلى الأبد يبقى الحياة الأبدية هي حياة لا نهاية له هذه الحياة كانت حلم كاثرين وحلم الإنسان أنه يعيش للأبد وكانت التجربة بتاعة الإنسان لن تموت لن تموت بل ستكونان كالله عارفان الخير والشر لكن الإنسان بعسيانه وبتعديه على وصايا الله دخل إلى حياته الموت الموت الجسدي والموت الروحي والموت الأبدي لكن خطة الله للإنسان أنه يحيى إلى الأبد ففي المسيح يسوع دبر الله خلاصا للإنسان والإنسان من خلال المسيح يستطيع أن يعيش إلى الأبد ويستطيع أن تكون له حياة أبدية يبقى الحياة الأبدية أو التعريف لها هو أنها حياة لا نهاية له الحياة الأبدية مش مجرد حياة لا نهاية له لكن أيضا دي نوعية خاصة من الحياة حياة لا يؤثر عليها الموت حياة لا تتأثر بأي أشكال الألم الجسدي حياة لا تعرف الموت ولا تعرف النهاية أمر الموت ده هيكون إيه؟ الموت زي ما قلت بيكون رقاد انتقال من مرحلة إلى مرحلة فالمؤمن بالمسيح بيغمض عينه هنا وبيفتحها في مكان آخر فتحها مع المسيح عشان كده بوليس الرسول قال ليه اجتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح اللحظة التي فيها تنطلق روحي من هذا الجسد بتكون مع المسيح ورب يسوع قال لللس الذي كان على الصليب بجانبه اليوم تكون معي في الفردوس هي نوعية من الحياة مش بس زي ما نسميها كواليتي لكنها أيضا كوانتتي يعني الكمية هي أبدية والنوعية أيضا هي مختلفة عش كده في متة لما الرب يسوع سؤال سؤال لما جم يجربوه الصدقيين الذين لا يؤمنون بالقيامة وقالوا له يا معلم عندنا أخ يتجوز لكنه مات وبحسب الشريعة فإنه زوجته كويس ممكن يأخذها أخ هذا المتوفي ويدخل عليها تزوجها وينجب منها فمات الأول ومات التاني ومات التالت ومات الرابع ومات الخامس ومات السادس فاللي بعدين قالوله في الحياة الأبدية اللي انت بتؤمن بيها هم لا يؤمنون بالحياة الأبدية لمن تكون زوجة ما هي جوزت سبعة دول طب هي هي في الحياة الأبدية هتكون زوجة لمين رب يسوع قال لهم تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله ليه لأنه في الحياة الأبدية لا يزوجون ولا يتزوجون بل يكونون كملائكة الله دي حاجة الحاجة التانية أن الله أعلن عن نفسه في القديم وقال أنا هو إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب فالله ليس إله أموات بل إله أحياء وهنا رب يسوع لم يقل أنا كنت إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب بل إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب بمعنى أن إبراهيم واصحاق ويعقوب لم يموت قد مات بالجسد لكنهم فعليا روحيا أروحهم في السماء لا تموت فالله إله أحياء ولأنه هو إله أبدي أعطى أيضا للإنسان وللمؤمنين به أن يكونوا معه إلى الأبد طب نأتي إلى بعض الحقائق المهمة عن الحياة الأبدية والحقائق المهمة عن الحياة الأبدية دي أنا حاول ألخصها في سبع لأنه سبع رقم الكمال فأنا حاول ألخص هذه الحقائق المتعلقة بالحياة الأبدية في سبع نقاط زي ما بيعلمنا الكتاب المؤدس أول حاجة أول نقطة مهمة جدا وأساسية في كل الكتاب المؤدس أن الحياة الأبدية هي في المسيح وحده الحياة الأبدية هي في المسيح وحده لا يمكن للإنسان أن ينال الحياة الأبدية بعيدا عن المسيح ولا يستطيع أن يحصل عليها بعيدا عن المسيح ففي المسيح وحده ينال الإنسان الحياة الأبدية تقول لي طيب يعني أنت كده بتقول أنه الطريق الوحيد للخلاص هو المسيح أقول لك آه أنا ده اللي أؤمن بيه وده اللي بيعلمه لنا الكتاب المؤدس ولا يوجد طريق آخر ولا يوجد اسم آخر أعطيه بين الناس ولا يوجد مخلص آخر ولا يوجد وسيط آخر بين الله والإنسان إلا يسوع المسيح ده إيماني ده مش بيقلل منك لكنه ده إيماني وإحنا في المسيحية ما عندناش كل الطرق تودي إلى السماء ما عندناش الطريقة دي وما عندناش هذا الفكر المسيحية محورها المسيح ومن له الإبن له الحياة واضحة وضوح الشمس لا محتاج تفسير ولا محتاج تأويل ولا محتاج شرح هو هي كده واضحة وضوح الشمس وإلا لكان مجيء المسيح وموته وألامه بلا هدف لو كل الطرق تودي إلى روم لكن لأجل هذا جاء المسيح والأجل هذا تجسد والأجل هذا تحمل الألام والأجل هذا الصلب والأجل هذا قدم نفسه ذبيحة على الصليب من أجلنا الحياة الأبدية هي في المسيح واحده طب إزاي واضحة دي إزاي إزاي كتاب مؤدس بيكلم عن الحقيقة دي كتاب مؤدس بيكلم عن الحقيقة دي بكل وضوح في آيات كثيرة يقول لنا كده فيه كانت الحياة يعني بيكلم عن الرب يسوع بيقول إنه في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله هذا كان في البدء كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان فيه كانت الحياة والحياة نور الناس فالحياة موجودة فين؟ حياة موجودة في المسيح الحياة موجودة في المسيح ليه؟ لأنه كل إنسان بعيد عن المسيح هو ميت بالذنوب والخطايا مفوش حياة المسيح واحده هو معطي الحياة معطي الحياة وهو رب الحياة ومن خلاله ينال الإنسان الميت بالذنوب والخطايا ينال الحياة فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس ورب يسوع قال أيضا بوضوح شديد جدا أنا هو الطريق والحق والحياة المسيح ليس طريقا من ضمن الطرق وليس حقا مع الحق اللي موجود وليس نوع من الحياة كما الآخرين أيضا يظنون أن عندهم حياة لكن ده الطريق الوحيد والحق الوحيد ومعطي الحياة الوحيد ده المسيح لأجل هذا نحن لا نضع شخصا مع المسيح ولا نساوي المسيح بأي شخص في حياته وفي عمله الكفاري في طبيعة شخصه المسيح هو الطريق والحق والحياة الحياة المسيح هو الحياة طيب يقول كده أيضا يقول لنا هليني بس أعمل الماركر كده الذي يؤمن بالابن يحنى ثلاثة الذي يؤمن هتقول لي يعني إيه يؤمن يعني يقبل إيمان هو القبول الإيمان هو الثقة الإيمان هو التزديل بكل بساطة الإيمان هو توجه قلب نحو ما أعلنه يسوع النفس وما أعلنه يسوع عن عمله هذا التوجه القلبي هو القبول والتزديل الذي يؤمن بالابن الذي يقبل الابن الذي يصدق إعلانات يسوع عن نفسه وعن طبيعته أنه كلمة الله المتجسد وعن هدف مجيئه وعن حياته وعن صليبه وعن موته وعن قيامته وعن مجيئه التاني الذي يؤمن أنت مش محتاج تبقى لهوتي علشان تؤمن بالمسيح أنت محتاج تفهم مين هو يسوع ومحتاج تعرف يسوع قلقي عن نفسه ومحتاج أن أنت تقبل إعلانات يسوع عن نفسه الذي يؤمن بالابن لهو حياة أبدية لا يوجد وضوح أكتر من كده الذي يؤمن بالابن لهو حياة أبدية والذي لا يؤمن بالابن فلن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله يبقى المسيح يساوي الحياة ومن له المسيح له الحياة طب واللي ملهوش المسيح بسيطة ملهوش حياة والأكتر من كده يبقى موضوع غضب الله لأنه هي دي الخطيئة أن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة أن يسوع المسيح جاء وأعلن عن نفسه وقدم نفسه فداء من أجلنا ونحن نرفض الإيمان به لأننا نريد أن نعيش حياة كما نريد أن نعيشها أن نور جاء إلى العالم طب وبعدين لما نور المفروض يجي إلى العالم الناس يصدق نور لكن النور جاء إلى العالم والناس لم تقبل لأن أعمالهم كانت شريرة حاجة تانية يقولي رب يسوع زي ما قلت في الآية خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها وكلمة أعرفها يعني لنا علاقة شخصية مع بعض المعرفة هنا ليست معرفة ذهنية كتير من الإخوة المسلمين وبالأخص اللي هم يعني مهتمين بمقارنة الأديان يعرفون الكثير عن المسيحي أعروا كتير أعروا عن العقائد المسيحية أعروا عن الشخص يسوع يمكن أعروا الإنجيل أعروا بالسبعين مختلفة خالص للنقد وليس للفهم عندهم معرفة قد تكون معرفتهم على فكرة أكتر من معرفة شخص عادي بيروح كنيسة كل أسبوع لكن هي ليست ليست المعرفة الزهنية الإنتليكشوال الشيطان يعرف عن الرب الشيطان يعرف عن الرب ويعرف الكثير عن الكتار المعدس وعنده القدرة على تربيط الأمور مع بعض بطريقة أكبر بكتير من الإنسان لكن الشيطان هل بيخضع لرب لا هل بيؤمن الإيمان اللي هو فيه نوع من الطاعة للرب لا هو يعرف عش كده رب يسول عمي بيكلم عن خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها أنا لي علاقة بيها هي مش غريبة عني في علاقة بين المؤمن وبين المسيح وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد ولا يخطفها أحد من يدي أتقول لي بس أسيس أشوف في ناس كتيرة تبقى في الكنيسة والنهاردة مش في الكنيسة في ناس كتيرة تربط في بيوت مسيحية وتركت المسيحية سواء راحت لهنا أو للإلحاد أو لأي حاجة تانية أقول لك دول لم يكونوا مؤمنين حقيقيين وده اللي قاله الرسول يحن منا خرجوا لأنهم لم يكونوا منا لأنهم لو كانوا منا لازلوا معنا وليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السموات المؤمن الحقيقي مش الشخص اللي تولد في بيوت مسيحي ولا الشخص اللي تعود يروح الكنيسة كل أسبوع لمجرد طقس عشان يعني يرضي ربنا كده عشان ربنا يكون معاه في حياته لكن الشخص المسيح الحقيقي هو شخص الذي قبل يسوع المسيح وفتح قلبه للإيمان بالمسيح ودع المسيح أن يأتي إلى حياته ويغيرها ويبدد الظلم إلى نور شخص لها علاقة حية بالرب يسوع المسيح وأما كل الذين قبلوا قبلوا يسوع أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله أي المولودون اللي تولدوا من الله مش المولودين بحسب الجسد ولا بمشيئة رجل بل من الله ممكن يبقى لك سنين بتحضر الكنيزة بس ما لكش علاقة مع ربنا تعرفش عنه حاجة علاقتك بطقس علاقتك بمجموعة من الأصحاب بتروحوا الكنيزة مع بعض لكن ما لكش علاقة بربنا عشو كده كل الذين خرجوا لم يكونوا منا لأنه رب يسوع واضح هنا وضوح الشمس أنا هعطيها حياة ولا انتهلك إلى الأبد ولا يخطفها أحد من يدي يعني طول ما أنا حطيت حياتي في إيد المسيح محدش يقدر يخطفني من المسيح لا إغراء مدي ولا إغراء عالمي ولا ديانة أخرى ولا فكر إلحادي محدش يقدر يخطفني من المسيح أنا في إيده أنا في إيده وعش كده الرسول يحن يقول لنا هذه الكلمات الجميلة وهذه الشهادة أن الله أعطانا حياة أبدية وهذه الحياة هي في ابنه حياة الأبدية في ابنه من له الابن فله الحياة ومن ليس له ابن الله فليست له الحياة حن الأولى خمسة الأعداد 11 إلى 12 من له الابن فله الحياة له حياة طيب يبقى الحقيقة الأولى الوضحة وضوح الشمس عن الحياة الأبدية أن الحياة الأبدية في المسيح وحده ولا توجد حياة أبدية بعيدا عن المسيح أو منفصلة عن المسيح حقيقة تانية الحياة الأبدية زي ما قلنا إن كانت هي في المسيح فهي تنال بالإيمان بالمسيح زي ما وضحنا في الآيات السابقة بما أنها في المسيح فمحدش يقدر ياخدها إلا الذي يؤمن بالمسيح يعني المسلم الذي يظل على إسلامه لا ينال حياة أبدية والبوذي الذي يظل على إيمانه البوذي لا ينال حياة أبدية والملحد الذي يظل على رفضه للإيمان بالمسيح ليست له حياة أبدية والإنسان الكويس اللي بعيد عن المسيح ليست له حياة أبدية مع أنه ما فيش حد كويس الجميع زاغوا فسدوا ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد لكن إزاي تنال الحياة الأبدية بما أنها في المسيح فلا يمكن أبدا أن تنال إلا بالإيمان بالمسيح يسوع لازم تؤمن بالمسيح وعش كده رب يسوع قال في سفر الرؤية هانا تواقف على الباب وأقرع إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعش معه وهو معي ده الإيمان أنك تفتح باب قلبك لقبول يسوع المسيح يقول لنا كده الرب يسوع في يحن ثلاثة وعدد أربعتاشر إلى ستتاشر وكما رفع الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان وكلمة يرفع دايما في إنجيل يحن التشار إلى الصلب لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية لأنه هكذا أحب الله العالم ولم يقول لنا هكذا أحب الله العالم يعني عايز يقول إلى هذه الدرجة الله أحب العالم إلى الدرجة التي فيها بذل ابنه الوحيد الكلمة الأزلي المتجسد لكي لا يهلك يبقى هو أعطانا المسيح لكي لا يهلك كل من يؤمن به يبقى الشرط لعدم الهلاك هو الإيمان بالمسيح لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية عايز تهرب من الهلاك يبقى لازم تؤمن بالمسيح خايف من الهلاك والعذاب الأبدي يبقى لازم تجري ناحية المسيح وتقبل المسيح وتحتمي في المسيح وتقبل شخصه وتقبل عمله يبقى دي الحاجة ايه حاجة تانية يبقى الحياة الأبدية موجودة في المسيح الحياة الأبدية تنال فقط بالإيمان بالمسيح ننالها بالإيمان بالمسيح يسوع حاجة تالتة الحاجة التالتة الحياة الأبدية هي الشبع والارتواء الحقيقي للنفس أين يجد الإنسان شبع الروحي وارتواء الروحي يجدها في المسيح وعندما يأتي المسيح إلى حياة الإنسان يروي إلى الأبد شبعه وعطشه واحتياجه جوة الإنسان هناك احتياج روحي حتى لو الإنسان ما بيكلمش عنه جوة الإنسان احتياج إلى الله فالإنسان كائن خلق لكي يكون مع الله خلق لكي ما يكون في شركة مع الله الإنسان في جزء من الله إن ربنا نافخ فيه نسمة حياة وعش كده هو دايما بيدور على الله ودايما عنده أشواء إنه يعرف بس يمكن بيعرف غلط أو بيكون صورة عن الله غير حقيقة زي ما واحد من علماء الاجتماع قال إنه ممكن الواحد في دراسته للمجتمعات المختلفة على مر العصور يكد إنه في منطقة معينة الناس عندها مسرح و و عندها نوع من الثقافة في مكان آخر الناس يمكن ما عندهاش هذا نوع من الثقافة لكن لا يوجد مكان على وجه الأرض قديم أو حديث لا يوجد فيه مكان عبادة حتى القبائل اللي بيأكلوا بعض حتى القبائل البدائية جدا لازم تجد هناك مكان للعبادة هم عندهم إله خاطئ إله مختلف إله صنعوه بحسب يعني بحسب تصورهم إله هم اللي عملوه بس هي الحقيقة إنه على الأقل عملوا إله وعايزوا قلنا إنه الإنسان جوا دايما بحث عن الله وشكده الإنسان عمل أليه من كل أنواع مصريين القدماء كان عندهم مئات الأليه مئات الأليه كل حاجة يعني عبدوها من الجعران للقطط للتيس للشمس للطيور للفرعون كل كل ده هو ليه عمل كده هو خايف إنه خايف يكون في إله موجود وهو أحمله فيروح وأخذ الكل زي ما في أثينا كده عملوا معابد كثيرة جدا الأله اللي هم بيعبدوها وعملوا معابد سامول الإله المجهول لألا يكون هناك إله وإحنا نجهله الإنسان دايما بدور عن الله طب أين يجد الإنسان شبع والحقي أين يجد الإنسان شبع والحقي يجده في المسيح الذي يعطي الحياة الأبدية عشان كده الحياة الأبدية هي الشبع والارتواء الحقي للنفس رب يسوع في حديثه مع المرأة السامرية اللي كانت جاية إلى البير علشان تطلع من البير ميا وأدار رب يسوع معها حوارا أجاب يسوع وقال لها كل من يشرب من هذا الماء الماء اللي أنت بتطلع عيدا من البير كل من يشرب منه يعطش أيضا وده وده حقيقة هل في يوم من الأيام كده حاسيت أن أنت خلاص ارتويت مش تشرب تاني إلى الأبد لا أحنا على طول طول النهار بنشرب ميا طول النهار عدشانين كل من يشرب من هذا الماء وهذا ما يقدم العالم للإنسان بيحسزك أنه أنه تحقيق شهواتك هي إشباع فتكتشف أنه كل ما تأخذ من هذا الماء بتعتش أكتر يحسزك أنه الغنى هو الشبع أنه عمر الإنسان ما شبع من الغنى يحسزك أنه السلطة هي الغنى العمر الإنسان ما شبع من السلطة كل من يشرب من هذا الماء كل ماء غير المسيح كل من يشرب من هذا الماء يعتش أيضا ولكن ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعتش إلى الأبد بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء إلى حياة أبدية عندما يأتي المسيح إلى حياة الإنسان تنفجر في داخله يا نبيع يبقى شبعان الاحتياج اللي عنده تسدد العطش اللي عنده ارتوى والجوع اللي عنده وصل إلى الشبعة ولا 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 يبحث عن أمر آخر بعيدا عن المسيح دي حقيقة دي حقيقة دي الحقيقة التالتة اللي بقدمها لنا الكتاب عن الحياة الأبدية هي في المسيح تنال بالإيمان هي الشبع الحقيقي للإنسان الذي يجوع ويعتش إلى البر حياة الأبدية كمان حقيقة الرابعة هي عطية من الله وأنا حيب أقف عند الجزء ده لأنه لأنه مهم كده كيف يحصل الإنسان على الحياة الأبدية هل ممكن نحصل عليها بإمكانياتنا هل ممكن الإنسان يحصل عليها ببر ذاتي يعني ببر ذاتي يعني أصوم وأصلي وأعشر يعني أدفع العشور هل يمكن الإنسان أن ينال الحياة الأبدية بالأعمال لا يمكن لا يمكن لأن الحياة الأبدية لا يساويها شيء ولأن تمانها غالي جدا فالأعمال لا يمكن أبدا أن يشتري يشتري بيها الإنسان الحياة الأبدية عندنا في الكتير المؤدس الأعمال هي نتيجة نوالك الحياة وليست الطريقة اللي بتنال بيها الحياة يعني أي كائن حي بيتحرك له حياة بيتصرف فأعملنا الصالحة بتأتي بعد الإيمان بالمسيح وليست أعملنا الصالحة هي التي تجعلنا ننال الحياة الأبدية ما يمكن أبدا زي ما يعني أنا أنا بشوف أن من يفكر بهذه الطريقة هو أساسا يهين الله تخيل معي مجرد بس يعني تخيل حاول نشبه نوضح الحقيقة دي بمثال أنا أنا رجل لا أمتلك أي شي فقير وجي واحد غني أحبني وفيهم وفيهم الأيام راح جاب لي هدية جاب لي مثلا ساعة روليكس أمتلك تمنحة أقول أقول ممكن يعدي المليون وجيت أنا بقى أنا لأ ما أنا أقبلها إزاي دي ما أنا عندي يعني كده بر ذاتي وقلت له لا أنا ما أدفعش أقبلها هدية بس أنا جايبها لك هدية لا لا أنا ما أقبلهاش هدية أنا ما أقبلش هداية أنا ممكن أدفع أدفع جزء منها أنا أساسا مش عارف تمانها كام فأدفع جزء منها طيب أنا فقير بس أنا برضو مصر إن أنا أدفع جزء منها فروحت مطلع من جيبي ورقتين بربعمائة جنيه قلت له إيه معلش أنا لازم أدفع ولو جزء منها أولا أنا عملت حاجتين غلط حاجة الأولانية أنا ما أقدرتش تمانها عمر تمانها ما كان الربعمائة دولار دي أو الربعمائة جنيه دول لا يسوي شيء قدام تمن الساعة حاجة تانية أن أنا أهنت شخص المقدم لها لأن أنا ما أقدرتش إميتها ما أقدرتش إميتها الحياة الأبدية في المسيح يسوع لا نستطيع كبشر أن نقدر قيمتها وليس قيمتها صلاة أو اثنين أو عشرة أو عشرين وليس قيمتها صوم شهر أو أسبوع أو سنة وليس قيمتها أن أنا أعمل أعمال صلاحة حياة الأبدية لا أستطيع أنا أن أقدر قيمتها لأنها أكبر من تخيلي وعش كده الأعمال لا يمكن أبدا أن نحصل بيها على الحياة الأبدية وما لي إزاي يقول لنا كده الرسول بوليس بكل وضوح أجرت الخطية موت وده كتابيا صح يوم تأكل من هذه الشجرة موتا تموت وهكذا أجرت الخطية موت وأما وأما هبت الله عطيت الله فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع يبقى الحياة الأبدية هي إيه؟ هي هبة من الله هي هبة من الله إحنا بنا نلعى بالإيمان بالمسيح كعطية من الله الله كل الذين قابلوا الإبن الله بيعطيهم حياة أبدية فالحياة الأبدية هي هبة من الله هي عطية من الله للمؤمنين وليست شيء يشترى لا بأعمال ولا بغير أعمال فلما أخذ أنا المسيح يسوع وأكبر المسيح يسوع تصير حياتي مختلفة وأصير أعمل أعمال لأنه نلت حياة جديدة فالحياة الجديدة الأعمال اللي أنا بعملها تكون نتيجة الحياة الجديدة وليست لآن لكي ما أحصل على الحياة الأبدية هي هيبة الله هي هيبة الله زي ما الله أعطانا أن نكون أبناء له هي هيبة كل دي هيبات ربنا بيديها للمؤمنين طيب أجي لنقطة أخرى مهمة وهي نقطة رقم خمسة أرجع مع حضراتكم مرة تاني الحياة الأبدية هي في المسيح الحياة الأبدية تنال بالإيمان بالمسيح الحياة الأبدية هي شبع حقيقي للإنسان وللقلب الحياة الأبدية هي عطية من الله هيبة من الله سجفت حقيقة رقم خمسة إنه الإنسان المؤمن بالمسيح عنده اليقين إنه إنه الحياة الأبدية يعني دايما دايما تسأل بعض الناس قلهم هل أنت واثق إنك ليك حياة أبدية يقول لك يعني أتمنى في المسيحية ما فيش حاجة اسمها تمني ولو سألت المسلم إلى آخر لحظة في حياته هل أنت ضامن أنك تروح حسن فكره هو روح الجنة يقول لك أنا مش ضمنها مش ضمنها هل الإنسان المؤمن بالمسيح ممكن يكون عنده يقين وهو على الأرض إنه نال لحياة الأبدية كتاب بيقول نعم وبيقول لنا أنه كل مؤمن بالمسيح عنده اليقين فالروح يشهد لأرواحنا أننا أبناء الله يعني السيرتيفكيت أو شهادة الميلاد بتاعتنا شهادة الميلاد بتاعتنا هي سكنة الروح الكدس ليه شهادة الميلاد المؤمن إن الروح الكدس يسكن فيه ولأن الروح الكدس ساكن فيه فالروح الكدس يشهد لأروحنا داخليا يدينا يقين إننا أبناء الله لكن الرسول يحنى أيضا يقول لنا آية جميلة جدا كتبت هذا إليكم أنتم المؤمنين باسم ابن الله لكي تعلموا أن لكم حياة أبدية يبقى أنا مش منتظر إلى الحياة الأبدية أو المستقبل علشان أعرف إن ليه حياة أبدية أنا بعرف إن ليه حياة أبدية لحظة إيماني بالمسيح يسوع شهادة داخلية يقين داخلي وعش كده تسأل أي مؤمن بالمسيح اختبر المسيح حقيقيا أنت رايح فين ولك أنا عارف أنا رايح فين أول ما استغرب عن الجسد نستغرب عن الجسد نستوطن عند الرب على طول بوليس يقول ليش تهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح اللحظة اللي فيها بتنطلق روحي بتكون مع المسيح فالمؤمن عنده يقين ولو أي حد من الإخوة بيسمعني النهاردة أو الأخوات بيسمعني النهاردة ما عندهوش هذا اليقين لو أنت عندك مشكلة أنت لازم تفتح قلبك وتجدد عهودك وتسلم حياتك تطلب من الرب أنه يملاك بالروح الكدس حاجة رقم 6 حقيقة رقم 6 قبل ما نكلم عن حقيقة رقم 6 هل سأل سؤال هل الحياة الأبدية دي حاجة في المستقبل يعني زي مثلا ما الإخوة المسلمين دايما يفكرون الجنة أم هي حاجة بتبدأ معانا وبتكمل معانا إلى الأبد هل هي حاجة إحنا منتظرينها ولا حاجة هي عايشينها لكن مكملين فيها إلى الأبد حياة الأبدية في المسيحية تبدأ من الحاضر تبدأ من الحاضر تبدأ من لحظة الولادة من الله تبدأ من لحظة التجديد قبول المسيح تبدأ من لحظة الإيمان والتزديق والتسليم لما أعلنه يسوع عن نفسه وما فعله يسوع من أجلنا حياة الأبدية ليست شيء نحن ننتظر أن يحدث في المستقبل نحن ننتظر أن يكتمل في المستقبل لكنه حقيقيا بيبدأ من هنا يقول لنا كده الرب يسوع في يحنى خمسة يقول الحق الحق أقول لكم إن من يسمع كلامي يبقى الإنسان بيعمل إيه يسمع كلام المسيح لأننا مش ممكن أؤمن بحاجة لو أنا ما سمعتهاش أنا ما أعرفهاش وهل ممكن أسمع ولا أؤمن طبعا كثيرين يسمعون ولا يؤمنون لكن هنا بيحط إن من يسمع كلامي يبقى أول حاجة أصلي إن الرب يعطينا آذان تسمع يبقى الواحد يسمع صوت المسيح إن سمع أحد صوتي وفتح الباب هنا يقول إن من يسمع كلامي ويؤمن يؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية لي يؤمن بالذي أرسلني لأن المسيح هو كلمة الله المرسل إلى العالم هو واحد مع الآب ومن يقبل المسيح يقبل الذي أرسله والذي يرفض المسيح يرفض أيضا الآب الذي أرسله عاش كده يقول الرب يسوع أن الذي يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية له حياة أبدية ولا يأتي إلى دينون لا شيء من الدينون الآن على الذين هم في المسيح يسوع بل قد انتقل من الموت إلى الحياة جميل هنا الرب يسوع يكلم عن قيامة روحية يكلم عن إنسان يولد من الله طب هو القيامة الروحية دي بتتم لنا إمتى وإحنا على الأرض لما بسمع صوته كلامه وأؤمن برسالته فأنا بيعطى لي حياة ولا يكون يأتي إلي الدينون بنتقل في نفس اللحظة من الموت إلى الحياة عش كده رب يسوع قال الحق الحق أقول لكم أنه تأتي ساعة وهي الآن وهو بتكلم حين يسمع حين يسمع الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيون هنا الأموات بالزنوب والخطايا لأنه بيكلم عن القيامة الروحية في الآية اللي بعدها بيكلم عن قيامة نهاية الزمان في نوعين من القيامة في النص في نص أنه يسمع صوت ابن الإنسان الآن يسمع صوت هنا يسمع الأموات صوت ابن الله الآن والأموات يقومون كل من كان ميتا بالذنوب والخطايا يعطى له حياة دي اسمها قيامة روحية دي اسمها قيامة روحية بتعطى لنا حياة في اللحظة اللي فيها بنقبل الرب يسوع وهذه الحياة تستكمل معنا إلى الأبد إلى الأبد الموت هو هو نقطة انطلاق إلى الى الى بعد آخر في هذه الحياة لكن الموت ليس نهاية هذه الحياة فالحياة الأبدية المؤمن بيبدأها من هنا على الأرض حينما يدخل إلى ملكوت السماوات حينما يملك الله على قلبه وعلى فكره وعلى حياته وعلى حياته وعلى حياته وشكده يقول لنا أنه من يولد مرتين يموت مرة لكن من يولد مرة يموت مرتين يعني ايه كلام من يولد بالجسد دي ولادة جسدية سواء اتولدت ببيت مسيحي بيت ملحد بيت مسلم وريفر دي ولادة جسدية دي ولادة انت ملكش فيها يد لا بتختار ابوك ولا بتختار امك ولا بتختار الجنسية بتاعتك البلد اللي انت تولدت فيها ولا بتختار ديانة والديك ولا توجهاتهم ولا يحاج انت تولدت في أسرة فانت ولد مرة اولى لكن المرة التانية من يولد مرة تانية دي الولادة بقى اللي انت ليك يد فيها دي الولادة اللي اللي تأسست على السمع من يسمع كلامي ويؤمن والإيمان يبقى دي الولادة اللي انت اخترتها اللي انت قررت انها تكون دي الولادة اللي انت عملتها بإرادتك أردت ان تقيم علاقة مع الله أردت ان يكون لك حياة أردت ان تؤمن بالمسيح أردت ان تتغير وتكون انسان جديد فمن يولد مرتين الولادة بالجسد والولادة بالروح يموت مرة واحدة ان يموت جسديا ويكون الموت بالنسبة له هو رقاط نوم انتقال من مرحلة الى مرحلة أما من يولد مرة واحدة أنا اتولدت مثلا في بيت مسلم وأنا هكمل بالطريقة دي والمسيح بالنسبة لي لا يساوي شيء والإيمان بالمسيح ليس له قيمة أنا اتولدت مرة واحدة هموت مرتين هموت بالجسد وهموت موت أبدي في بحيرة النار والكبريت حيث نار لا تنطفي ودود لا يموت دي الحقيقة عشو كده الحياة الأبدية بتبدأ الآن وبتكمل إلى الأبد واللي ما بينالش الحياة هنا على الأرض وبيضيع فرصته ما بينالهاش في المستقبل واللي ما بيقبلش المسيح هنا على الأرض بيضيع فرصته كلها بيبقى واقع تحت قطب الله دي حقيقة حاجة الأخيرة النقطة الأخيرة رقم سبعة هي الموت لا يؤثر على الحياة الأبدية الموت لا يؤثر على الحياة الإنسان الإنسان فرقش الموت بالنسبة للكثيرين شيء مرعب وأكتر حاجة بيعملوها أن يهربوا من التفكير في الموت يهرب من التفكير في الموت بس الموت بالنسبة للمؤمنين هو مرحلة انتقال هو استكمال للحياة الأبدية بس بصورة مختلفة عش كده الرب يسوع يقول أنا هو القيامة والحياة من آمن بي يبقى الإيمان هنا بيأتي قبل الموت الجسدي من آمن بي ولو مات جسديا فإيه فسيحي وكل من كان حيا وآمن بي فلن يمت إلى الأبد يبقى كل إنسان وهو حي آمن بالمسيح فلن يمت إلى الأبد أنا هو القيامة والحياة من آمن بي ولو مات فسيحي عزيزي المشاهد أتمنى أنه تكون بتفكر في الكلام اللي احنا بنقوله عن الحياة الأبدية حياة الأبدية ليست قمر ونساء الحياة الأبدية ليست أكل وشرب الحياة الأبدية هي علاقة مع المسيح تبدأ من الآن وتكمل إلى الأبد صلي من كل قلبي أن يفتح الله قلبك لتقبل المسيح مخلصا ليكون لك به حياة إلى الأبد إلى أن نلتقي سلام المسيح مع حضراتكم